دلوقتي موجز الأهم الأخبار مع هل شكرا شازلي أثناء منا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية العمل على النهوض بالتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري مع كرواتيا وأعرب الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الكرواتي زوران ميلونوفيتش عن تطلع مصر لتطوير العلاقات خاصة بعد أن أصبحت كرواتيا أحد الأبواب الجنوبية للاتحاد الأوروبي هذا وتم التوافق خلال المباحثات بين الجانبين على تعزيز التعاون السياحي إلى جانب مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والفرص الاستثمارية في مصر والتعاون لتعزيز أمن الطاقة كما استعرضت المباحثات جهود مصر في مواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب إلى جانب القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تعازيه لشعبي سوريا وتركيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين مخلفا أعلاف الضحايا والمصابين وأكد الرئيس السيسي استعداد مصر لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للبلدين أعلن وزير الخارجية سامح شكري توجيه مساعدات إغاذية عاجلة لتركيا تضامنا مع أنقرة في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال المدمر جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية مع نظيره التركي مولود شووش أغلو حيث أعرب عن تمنياته بنجاح جهود الإنقاذ الجارية كما أعرب شكري خلال الاتصال عن تعازيه لحكومة وشعب تركيا في ضحايا الزلزال من جانبه أعرب وزير الخارجية التركي عن شكر بلاده للتضامن الذي أظهرته مصر مع تركيا في هذه الكارثة المروعة كما أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا بنظيره السوري فيصل المقداد وذلك لتقديم العزاء في ضحايا الزلزال المروع الذي تعرضت له الشقيقة سوريا وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكري نقل إلى نظيره السوري قرار مصر بإرسال مساعدات إغاذية عاجلة تضامنا مع سوريا في مواجهة تداعيات تلك الكارثة أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن هزة ارتدادية بقوة 5.6 درجة بمقياس رختر ضربت وسط تركيا إلى هذا أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إنقاذ أكثر من 7000 من تحت الأنقاض حتى الآن فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 2316 شخصا وقال مسؤول بإدارة الكوارث التركية إن فرق الإنقاذ وصلت إلى جميع المناطق المتضررة من الزلزال مشيرا إلى استمرار عمليات التعزيزات للبحث عن ناجين أسفل مئات المنازل المنهارة أعلنت وزارة الصحة السورية مصرعة 1500 شخصا على الأقل في أنحاء سوريا وإصابة أكثر من 3600 آخرين جرأ الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وقالت سلطات الدفاع المدني السوري إن مئات الأسر لا تزال محاصرة تحت الأنقاض في شمال غرب سوريا والوقت ينفذ لإنقاذها ونشدت دمشق أعضاء الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية لدعم جبودها لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر أعلن وزير الداخلية الفرنسي جغالد دامنان حشد 11000 عنصر أمن من الشرطة والدرك في جميع أنحاء فرنسا من بينهم 4000 في العاصمة الفرنسية باريس لتأمين اليوم الثالث من الإضرابات والمظاهرات التي دعت إليها النقابات العمالية احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد وبحسب مصدر أمني تتوقع السلطات أن يشارك اليوم في تلك المظاهرات أكثر من مليون شخص من بينهم 70 ألفا على الأكثر في باريس ضد قانون إصلاح التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول عام 2030 انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يوم مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة